تنتشر الجريمة الإلكترونية والسلوك التحريضي بشكل كبير في العراق بطريقة تهدد السلم المجتمعي وتقوض الأمن الاجتماعي وتسبب الإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مشاعر الكراهية والبغضاء وعدم الثقة بين المواطنين كما تتسبب بنشر الفوضى وهدم القيم الاجتماعية وإشاعة العنف هل الحرية تعني الإساءة؟ هل الحرية تعني أنه نكون نحن سبب بتجمير أخلاقيات وتقاليد المجتمع؟ هل الحرية ممكن اتيحنا أنه نسبب أذى إلى عائلة بل وفي بعض الأحيان إلى قتل أشخاص؟ بالتكيد هذا الموضوع لا مواقع التواصل الاجتماعي العراقية تشهد صراعا واتهامات وعمليات تحريض وهاشتاغات متضادة تخص الواقع السياسي والأمني والتدخل الإيراني في الشأن العراقي وتعتبر لحظة وقوع أي حادث على ساحة العراقية هي اللحظة التي يغتنمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للخوض في حيثيات الحادث والتشهير بشخصيات بعينها ناهيك عن انقسام المجتمع إلى قسمين أحدهما يعاد الآخر بتصريحات طائفية متشنجة تزيد الاحتقان في المجتمع لاحظنا أنه الأغلب اللي يكتب هو ما عنده دراية بالشخصية اللي هو شارك في الكتاب عليها يعني مجرد اسم انطرق وتلقى مجموعة بدون دراية وكأنما سياسة القطيع وشارك معهم حشرا مع الناس عيد وهل لا يعرف من هذه الشخصية وهل هذه المعلومات الصحيحة أم لا مؤخرا حذرت السلطات العراقية من خطورة هذا الصراع على الأمن الاجتماعي وتوعدت بمحاسبة كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال السجن أو الغرامة المالية وزاعة الداخلية ممكن أن توصل إلى كل من يحاول الإساءة أو يسيء إلى مواطن من خلال جهدها المعلوماتي الاستخباراتي جهد في وكالة الاستخبارات جهد حقيقي وهذا الجهد فني تقني حديث وجهد أيضا في وكالة شؤون الشرطة وخاصة مدرية مكافحة الإجرام ممكن يكون هناك ملاحقة قانونية وممكن الوصول إليك وممكن هذا الفعل البسيط اللي أنت تعتبره شيء تافه لا هذا ممكن يؤدي بيك إلى سجن ممكن يؤدي بيك إلى غرامة إلى كثير من الاعتبارات لا يكاد العراق يخرج من أزمة حتى يعود إلى أخرى أكبر منها ولن يقوى النسيج المجتمعي العراقي على تحمل المزيد من الاختناقات الطائفية التي لعبت دورا كبيرا في التحريض على الكثير من الشخصيات العراقية ويبقى لوعي المواطن هنا الدور الأكبر في محاربة تلك الظاهرة الدخيلة